هيئة النزهة كما تعلم أعلنت فتحها باب التحري عن مزاعم عرض رشا على أعضاء لمجلس النواب بغيت تتصويتهم لمرشح دون آخر في الجلسة يوم السبت الماضي يعني متى تتوقع أن تحسم هذه القضية؟ هل سيتم تأجيل عقد الجلسة الجديدة لحين التحقق من هذه المسألة؟ تؤجل ربما حتى إشعار آخر؟ طبعا كمرحلة أولى مفروض قدمت مثل هذه الشكاوى إلى هيئة النزهة أن تتابع الموضوع بجدية ومعلوم إذا ثبت ذلك أن الجهات التي تدفع هذه المبالغ بهذا السخاء وبهذه الرشاة بهذه الطريقة هم قد يكونوا محسوبين على الحزبين الذين رشحوا المرشحين الذين تنافسوا على الانتخابات يوم السبت الماضي لذلك لا بد من حساب هاتين الجهتين السياسيتين إذا ثبت عليهم بأنهم هم من حاولوا أن يرشوا بعض الأعضاء المستقلين وغيرهم من هنا وهناك لزيادة عدد الأصوات أما بالنسبة لعقد الجلسة أعتقد سوف لا يعني تتأخر بهذا السبب وإنما أعتقد أن الجلسة سيتأخر في إنعقادها لغرض انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بسبب التراكمات التي حصلت والاختلافات ولا بد من تهدئة النفوس خصوصا في الإطار التنسيقي لعادة التئام الإطار والبحث بالمصلحة العليا للبلد وأن يكون الإطار التنسيقي يبحث ليس فقط في مواصفات المرشح وإنما في خارطة الطريق للسنتين القادمتين ماذا نريد من مجلس النواب أن يشرع من قوانين أساسية ومهمة لا بد من الاتفاق عليها ويكون رئيس المجلس يعيد الهيبة لمجلس النواب بعد التداعيات الأخيرة التي حصلت وبعد ما جرى خلال دورة السيد الحلبوسي يعني هناك ضرورة لحسم لف رئاسة البلمان بسرعة ممكنة إذن لتشعيع القوانين المهمة شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به عضو مجلس النواب عن تحارف نبني سيد معين القاظمي كنت معنا